تعالوا أقول لكم على اللسارتي واختار قائمة النادي الأهلي لمواجهة سانداونز قبل ما نتكلم في التفصيل أنا عارف طبعاً كل هلوية دلوقتي يعني عين هنا وعين على المباراة لكن حاولوا يعني حاولوا تتمنون دائماً على النتيجة يا رجال اختار قائمة بتضم كل من محمد الشناء وعلى اللطفي مصطفى شبير حسام عشور أحمد فتحي وأيمن أشرف رامي ربيع ياسر إبراهيم محمد هاني ومحمود وحيد حمدي فتحي عمر السلية وعلي معلول وناصر ماهر ومروان محسن رمضان صبحي حسين الشحات وليد أزار وصلاح محسن محمد شريف وجونيور أشي ما شاء الله أسماء كلها تخد والله العظيم مباراة فتدي ما هتتكرر تاني في تاريخ النادي الأهلي أبداً إن شاء الله مش هتحصل بإذن الله بإذن الله وده اللي مطمنني خلي بالك أنا أقول لكم بارح مع أنه ممكن ناس صغرم أنت متطمن بشكلنا آه متطمن جداً بشكلنا لأنه ده مش شكلنا أصلاً فأكيد يوم السبت هتلاقوا شكل تاني خالص هتلاقوا لعيبة تانية خالص نفس الأسماء بس أداء تاني مش عارفين إيه اللي حصل في الأجواء الأفريقية وإيه اللي حصل في حسيات المباراة أكيد في حاجات فنية كتير هنتكلم فيها إن شاء الله بعد يوم السبت بإذن الله نتكلم معاكم فيها كالعادة لكن دي القايمة وهأقول لكم تاني عشان تعرفوا الأسماء مرة تانية محمد الشناوي وعلي رطفي ومصطفى شبير حسام عشور وأحمد فتحي وأيمن أشرف رامي ربيع ياسر إبراهيم محمد هاني محمود وحيد وحمدي فتحي وعمر السلية علي معلول ناصر ماهر مروان محسن رمضان صبحي وحسين الشحات وليد أزارو صلاح محسن محمد شريف جونيور أجاي لا صارت هيلعب إزاي هيلعب بطريقة إيه هيلعب 11 مين كل اللي إحنا عايزينه زي ما اتفقنا وكل الجمهور متفق معايا أعتقد إن إحنا عايزين 11 راجل في الملعب في مراكزهم موضوع سهل قوي إن شاء الله أي 11 ينزلوا في مراكزهم إن شاء الله يؤدوا ويؤدوا كمان بشكل حلو قوي